سؤالنا كان لحضرتك يا دكتور حسام تعقيبك على همية تدريب العاملين في قطاع السياحة. استكملا طبعا لما قاله الأستاذ دكتور أيمن عضو مجلس النواب احنا عندنا خمس غرف سياحية في الاتحاد العام للغرف السياحية انا عضو فيه. وفيه خمس غرف غرفة شركات السياحة, غرفة الفنادق السياحية, غرفة المنشآت السياحية اللي هي المطاعم وكده. وغرفة الغوص وغرفة العاديات. فيه دورات تدريبية بالصفة مستمرة حتى أثناء الكوفيد وكانت أونلاين. فيه تدريبات للسائقين فيه تدريبات للعمالة في الفنادق. فيه تدريبات للموظفين فيه كورسات بقى اتش آر فيه تدريبات للسياحة الدينية اللي هي مشرف السياحة الدينية وشغالة على طول. دي بتبقى للعاملين في الشركات والمؤمن عليهم فور فري. بالنسبة للمشعاملين وبيجوا بيشتغلوا وبعدين بعد كده بيتسبتوا. بتبقى بحاجة بسيطة 200 جنيه وممكن الشركة أو الفندق يتحملها في الأول وبعد كده في مقابل انه يدرب العمالة دي وتشتغل بعد كده. فالدورات دي شغالة بشكل على طول بس لل اللي بيبقوا عاملين في القطع السياحي. احنا عندنا في الشركات بتاعتنا وفي الفنادق. فيه ترابط مع الكليات. واخد بالحضرتك بيجوا الطلبة يتدربوا عندنا وبيأخذوا شهادات خبرة تدريب عملي فترات السيف شهرين ثلاث شهور. وبيفضل التدريب للناس دي. فيه ناس بتروح للفنادق في الغرداء. في شهر مشيق بتتدرب عملي. فيه ناس بتتدرب في المطاعم السياحية. ولكن التدريب قائم بشكل كبير. زي ما بنقول حضرتك السلوكيات والحاجات دي بتيجي مع الوقت بيبقى فيه دورات بروتوكول. فيه دورات التعامل مع السيربس. فيه دورات. وبعدين بيحصل امتحانات برضو لاجتياز الدورة. حتى للسائق. حتى للمندوب السياحي. اللي بيقابل السياح في المطار. وبيتكلم معهم. وبيخلص لهم الإجراءات. والتسكين إلى آخره. فده كله موجود. وكل ما زاد الشغل بتاع السياحة. وزادة الأفواج السياحية. بنحتاج عمالة أكتر. ومع وجود العمالة بنزود الدورات التكسيفية أكتر. المترجم للقناة. انشاء الإكترمين.